الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع النهاردة بالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاستعراض مجمل الموقف الاقتصادي وجهود الحكومة الجارية من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ده فضلا عن جهود ضبط الأسعار كما استعرض المهندس شريف اسماعيل الخطوات الجارية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يعكس برنامج عمل الحكومة اللي أقره مجلس النواب بالإضافة للإصلاحات المالية اللي تضمنتها موزنة 2016-2017 اللي تم إقرارها من قبل البرلمان مؤكدا أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين محدودي الدخل كما اجتمع الرئيس بالفريق مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس ووجه بمواصلة جهود الارتقاء بكفاءة العاملين بالهيئة بالإضافة إلى الإعداد المتميز للمرشدين الجدد لدعم الاقتصاد الوطني قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق مهاب ماميش قدم تقريرا حول مجمع الأنشطة التي تقوم بها هيئة قناة السويس من حيث تشغيل المجرى الملاحي للقناة وجذب أكبر عدد ممكن من السفن وذلك عقب مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة